السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الطلاب وطالبات على قناة عين في منهجنا أحياء واحد اليوم بإذن الله سوف نستكمل حديثنا عن تنوع المفصليات دعونا ننطلق في درسنا لهذا اليوم ونتعرف عليه بشكل أكبر هنا مجموعات المفصليات طبعاً كما ذكرنا في الدرس الماضي لدينا مجموعات للمفصليات ذكرنا القشريات وأيضاً لدينا العنكبيات وأشباهها وأيضاً الحشرات وأشباهها بالإضافة إلى ذوات الأرجل المئة وذوات الأرجل الألف هنا أيضاً نتحدث عن العناكب وأشباهها تتبع العناكب طائفة تسمى طائفة العنكبيات إذن من حيث التصنيف نجد بأن العناكب تتبع طائفة تسمى هذه الطائفة طائفة ماذا؟ العنكبيات التي تضم بدورها العناكب والقراد والحلم والعقارب وحيوان حذاء الفرس إذن جميع هذه الحيوانات تنتمي تصنيفياً إلى طائفة ماذا؟ العنكبيات خصائص طائفة العنكبيات بماذا تتميز هذه الطائفة؟ ما هي خصائص هذه الطائفة؟ نجد بأن أجسامها مكونة من جزئين هما الرأس صدر وأيضاً الجزء الثاني هو البطن إذن أجسامها مكونة من جزئين هما الرأس صدر وأيضاً ماذا؟ البطن أيضاً لها ستة أزواج من الزوائد إذن تمتلك ستة أزواج من الزوائد أيضاً ليس لها قرون استشعار إذن لا تمتلك أي قرون للاستشعار هنا صورة توضيحية للعناكب نلاحظ في هذه المنطقة هي منطقة الرأس صدر سميت بهذا الاسم لأن الرأس ملتصق بالصدر المنطقة أيضاً الأخرى لدينا هي منطقة البطن كما نلاحظ هنا البطن في الجزء السفلي من جسم العناكب هنا في حالة تركيب نجد أن الزوج الأول هنا يسمى أو تسمى هذه الأزواج الأولى اللواقط الفمية ما هي أهميتها أو وظيفة هذه اللواقط الفمية؟ تقوم بعمل الأنياب أو الكلابات غالباً ما تتصل بغدة سامة إذن تقوم بعمل الأنياب أو الكلابات غالباً ما تتصل بغدة سامة طبعاً ذكرنا أن الكلابات وظيفتها هي الإمساك ماذا؟ بالطعام وأيضاً تحطيماً هنا أيضاً الزوج الثاني نلاحظ في هذه الصورة اللوامس القدمية اللوامس ماذا؟ القدمية ما هي وظيفة اللوامس القدمية؟ استعمل الإحساس والإمساك أيضاً بالفريسة والتكاثر في ذكر العنكبوت وأيضاً في العقارب تكون على شكل كماشات ماذا؟ على شكل كماشات كبيرة إذن وظيفة اللوامس القدمية أو تكيفت هذه اللوامس القيام بالإحساس الإمساك بالفريسة وأيضاً التكاثر في ذكر العنكبوت وأيضاً في العقارب تكون على شكل كماشات كبيرة الحجم هنا في هذا التركيب وأيضاً هنا أربعة أزواج من الأقدام إذن هنا لدينا أربعة أزواج من الأقدام ما هي الوظيفة أو الفائدة من هذه الأرجل نلاحظ أو الأقدام تستخدم في عملية ماذا؟ الحركة إذن أزواج الأقدام تستخدم في عملية ماذا؟ الحركة هنا أيضاً من خصائص العناكب أن جميع العناكب آكلة للحوم إذن هذه الخاصية مهمة جداً جميع العناكب هي آكلة للحوم وتمسك بفرائسها من خلال أولاً استياد الفرائس مثل العنكبوت الذئب أو الروتيلة والروتيلة أيضاً مثال على العناكب التي تقوم باستياد الفرائس طبعاً هنا لدينا صورة للعنكبوت الذئب وأيضاً لدينا صورة للروتيلة أيضاً نصب شبكة حريرية تصنع من بروتين سائل ثم يغزل أو يغزل بواسطة تركيب تسمى المغازل توجد في نهاية بطن العنكبوت إذن هذه الشبكة الحريرية ما هي أهميتها؟ طبعاً هي لزجة فبالتالي تلتصق بها الحشرة أو الفريسة هنا العناكب قادرة على صنع أنواع محددة من الشباك بسبب السلوك الغريزي إذن بسبب ماذا؟ السلوك الغريزي الذي يمكنها من هذا العمل بكفاءة عالية بكفاءة ماذا؟ عالية هنا أيضاً مراحل إنشاء شبكة العناكب كيف تقوم العناكب بإنشاء هذه الشبكة وما هي مراحل إنشائها؟ بعد أن تلتصق الفريسة بالشبكة يتم تغليف الفريسة بخيوط حريرية إذن بعد عملية الالتصاق بهذه الشبكة ذكرنا لماذا تلتصق؟ لأن هذه الشبكة هي لزجة هي عبارة عن ماذا؟ تحتوي على مادة لزجة فبالتالي تلتصق ماذا؟ الفريسة ثم يأتي العنكبوت ويقوم بتغليف هذه الفريسة بالخيوط الحريرية ثم بعد ذلك يبدأ الحضم ماذا؟ الخارجي إذن لاحظوا الآن الحضم أولا بدأ ماذا؟ خارجيا بإفراز إنزيمات ماذا؟ حاضمة على الفريسة إذن نلاحظ أنه بعد عملية التغليف تبدأ عملية ماذا؟ الحضم ولكن الحضم هنا هو حضم ماذا؟ خارجي أي خارجيش الجسم طبعا تتم هذه العملية عن طريق إفراز إنزيمات حاضمة على الفريسة ما هو الهدف من ذلك؟ لتطرية الفريسة لتطرية ماذا؟ الفريسة وجعلها قابلة لعملية الحضم وتسهيل عملية ماذا؟ الحضم ماذا يحدث بعد ذلك؟ ثم يبدأ التهام الغذاء الطري ثم يستكمل حضم بقية الغذاء داخليا إذن نستنتج أنه بداية الحضم تتم خارج الجسم ثم يتم استكمال هذه العملية عملية الحضم داخل ماذا؟ الجسم متى؟ بعد أن يتم الهضم الخارجي وتطرية هذه الفريسة في التكاثر يضع ذكر العنكبوت الحيوانات المنوية على شبكة صغيرة يصنعها ثم يلتقط الحيوانات المنوية ويخزنها داخل تجويف في اللوامس القدمية وعند التزاوج يقوم الذكر بحقن الحيوانات المنوية في الأنثى إذن لاحظ أن الذكر ذكر العنكبوت يقوم بوضع الحيوانات المنوية على شبكة ماذا؟ صغيرة طبعا هذه الشبكة هو يصنعها ثم يلتقط هذه الحيوانات المنوية ويخزنها داخل تجويف أين موجودها تجويف؟ في اللوامس ماذا؟ في اللوامس القدمية وعند عملية التزاوج يقوم الذكر بحقن هذه الحيوانات المنوية في الأنثى هنا تضع الأنثى قرابة مئة بيضة إذن تضع الأنثى قرابة مئة بيضة في شرنقة مصنوعة من الحرين إذن تضع مئة بيضة في شرنقة مصنوعة من ماذا؟ من الحرير ثم تخرج الصغار بعد أسبوعين ثم تنسلخ ما بين خمس إلى عشر مرات لتصبح بحجم العنكبوت البالغ ماذا نستنتج من كلمة بالغ؟ أي له القدرة على عملية ماذا؟ التكاثر إذن لتصبح بحجم العنكبوت ماذا البالغ ونلاحظ أن الأنثى وضعت عدد كافي وكبير يعتبر مئة ماذا؟ مئة بيضة في شرنقة هنا لدينا مراحل صنع الشبكة للعنكبوت نلاحظ هنا أنكبوت بدأ بصنع هذه الشبكة نلاحظ هنا في الصورة الثانية والصورة هنا الثالثة ثم المرحلة الرابعة ثم المرحلة الخامسة ثم المرحلة الأخيرة وهنا نجد أن الشبكة ماذا اكتملت لهذا الأنكبوت أيضا قد يتساءل بعض ما هي أهمية هذه الشبكة التي يصنعها الأنكبوت هي استياد ماذا؟ استياد الفريسة كيف يتم استياد الفريسة؟ من خلال التصاق الفريسة على هذه الخيوط البروتينية اللزجة ثم تبدأ عملية تغليف هذه الفريسة ثم مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه يكون الهضم خارجي ثم يستكمل داخلية نلاحظ هنا بصورة أوضح أنكبوت يبني الشبكة نلاحظ هنا في هذا الفيديو الآن هنا العنكبوت يقوم ببناء الشبكة كما نلاحظ من خلال هذا الفيديو إذن بهذا الشكل يقوم العنكبوت بصنع هذه الشبكة أول هدف من ذلك كما ذكرنا قبل قليل هو استياد الفرائس التي تلتصق على هذه الشبكة هنا في الفيديو الآخر نجد بأن العنكبوت يصطاد حشرة نلاحظ هنا في الفيديو الآخر عنكبوت ماذا يصطاد الحشرة بهذه الطريقة يقوم العنكبوت باصطياد الفريسة ثم يبدأ بتغليفها وإفراز إنزيمات حاضمة فنسمي الآن الهضم خارجي لتطرية هذه الفريسة ثم تتم استكمال عملية الهضم داخلية إذن بهذا الشكل نلاحظ عملية تغليف الفريسة أيضا نستكمل هنا القراد والحلم والعقارب هنا الحلم نجد أن طوله أقل من واحد مليمتر مكون من رأس صدر وبطن إذا مكون من منطقتين فقط رأس صدر وأيضا بطن أيضا الجسم عبارة عن قطعة جسمية واحدة بيضوية ماذا بيضوية الشكل يمكن أن يكون الحلم مفترس أو متطفل على حيوانات ماذا أخرى إذن قد يكون مفترس أو متطفل إذن هنا نمط في عملية الحصول على الغذاء تختلف القراد طبعا متطفل يتغذى بامتصاص دم العائل ويساهم في نقل مستببات الأمراض مثل ماذا مثل الفيروسات البكتيريا الأوليات طبعا هنا من الأمراض التي ينقلها مثل مرض اللايم وحمى جبال روكي مرض اللايم وحمى جبال روكي طبعا هنا صور للقراد والحلم كبرة هنا في المجهر لكي يتم رؤيتها بشكل ماذا واضح هنا العقارب أيضا لدينا في هذه الصورة تشريح للعقارب نجد أن العقارب هنا في هذه المنطقة منطقة الرأس صدر في مقدمة الجسم المنطقة الأخرى أو الجزء الخلفي هي منطقة ماذا منطقة البطن هنا في الأعلى نجد اللوامس القدمية اللوامس ماذا القدمية هنا اللوامس القدمية تكون على شكل كماشات كبيرة الحجم إذن اللوامس القدمية تكون على شكل كماشات ماذا كبيرة الحجم نجد بأن العقارب تتغذى العقارب على الحشرات والعناكب الأخرى وتمسكها باللوامس القدمية وتمزقها باللواقط الفمية تنشط ليلا وتختبئ نهارا وتلسع عن طريق اللاسع الموجود في نهاية البطن إذن نجد أن العقارب تكون ذات معيشة ليلية أي تنشط في الليل وأما في النهار تكون مختبئة طبعا تتميز العقارب بأن تستطيع أن تلسع عن طريق اللاسع الموجود في نهاية البطن طبعا نلاحظ هنا في هذا الفيديو عملية اللاسع للفأر من قبل العقارب الموجود في هذا الفيديو عن طريق الذين العقارب في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية يوجد تقريبا 24 نوع من العقارب تتبع فصيلتين طبعا الفصيلة الأولى هي السكوبوريبيدينا وتضم سبعة أنواع وفصيلة البوثيدا وتضم سبعة عشر نوعا من أشهر العقارب التي تنتشر في المملكة عقرب فشون الأصفر والعقرب الأسود والعقرب الجزار والعقرب العربي إذن هذه العقارب من أشهر العقارب التي تعيش في بيئتنا في المملكة العربية السعودية وغيرها من الأنواع المختلفة من العقارب وتختلف درجة سمية العقارب المنتشرة في المملكة ما بين الضعيفة كالعقرب الجزار إلى الشديدة السمية كالعقرب الأسود إذن درجة السمية ما بين العقارب نجد بأنها مادة مختلفة فالبعض منها ضعيف جدا في درجة السمية والبعض منها عالي السمية وقد يكون خطير جدا هنا بعض الصور للعقرب الجزار وأيضا عقرب فشون الأصفر وهنا أيضا عقرب فلسطين الأصفر وأيضا لدينا هنا العقرب الأسود هنا كما نلاحظ صور مختلفة لأنواع العقارب هنا لدينا سرطان حذاء الفرس أولا لماذا سمي هذا الحيوان بهذا الاسم سرطان حذاء الفرس نلاحظ أولا الشكل يشبه حذوة الفرس يشبه ماذا حذوة الفرس لذا من هنا أتت التسمية بسرطان حذاء الفرس هنا حيوان بحري هيكله الخارج ثقيل غير مقسم يشبه ذيل أو يشبه حذاء الحصان كما ذكرنا قبل قليل له كلبات للإمساك بالغذاء ولواقط ثمية وثلاث أزواج من الأرجل للمشي أيضا يتغذى على الديدان الحلقية والرخويات واللا فقريات الزوائد الخلفية في سرطان حذاء الفرس تحورت إلى صفائح تشبه ماذا تشبه الأوراق ما هي أهمية هذه الزوائد تستعمل للحفر وعملية ماذا السباحة إذن كما ذكرنا قبل قليل سمي بهذا الاسم لأن شكله يشبه حذاء أو حذوة الفرس الزوائد في العنكبيات وأشباهها الزوائد هنا اللواقط الفمية الوظيفة تقوم بعمل أنياب أو الكلابات اللوامس القدمية تقوم بوظيفة الإحساس الإمساك بالفريسة التكاثر في ذكر العنكبوت أيضا أزواج الأقدام الأربعة نجد بأن وظيفتها الحركة هنا شبه واختلاف ما بين القشريات والعنكبيات الأشياء المشتركة أو الخصائص المشتركة ما بين القشريات والعنكبيات أن مناطق الجسم مقسمة إلى جزئين رأس صدر وبطن أيضا الهيكل الخارجي وأيضا الزوائد المفصلية القشريات لها خصائص مثل زوجان من قرون ماذا الاستشعار أما العنكبيات لا تمتلك أي قرون استشعار في القشريات لها خمسة أزواج من الزوائد أما العنكبيات لها ستة أزواج من الزوائد القشريات طبعا غير سامة أما العنكبيات البعض منها سامة كما ذكرنا قبل قليل أن البعض يمتلك غدة سامة هنا بعض الأسئلة في تقويم درسنا لهذا اليوم أي الحيوانات التالية ينتمي إلى طائفة العنكبيات هل هو جراد البحر أم العقرب أم سرطان البحر أم الربيان إذن الإجابة الصحيحة هي العقرب السؤال الثاني الزوج الأول من الزوائد في العنكبيات يعرف بقرون الاستشعار أم اللوامس القدمية أم اللواقط الفمية أم العوامات القدمية إذن الإجابة الصحيحة هي اللواقط الفمية السؤال الثالث أي الحيوانات التالية ينقل مساببات الأمراض للإنسان هل هو القراد أم العقرب أم قمر الخشب أم سرطان البحر نجد أن الإجابة الصحيحة هي القراد وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح